كشف مؤشر الأعمال الصادر عن البنك الدولي عن أوجه قصور شديدة في مناخ بيئة الأعمال بمصر وأوضح البنك الدولي أن مصر رغم تقدمها بمركز واحد فقط في المؤشر الذي يقيس أداء مناخ الأعمال في 189 دولة حول العالم إلا أنها تشهد تراجعات في معظم البنود المكونة للمؤشر ونتابع المزيد في سياق التقرير تسالي نتائج مخيبة للأمال حملها مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي أظهر تقدم مصر بمركز واحد فقط لتصبح في المرتبة 112 بدلا من 113 المؤشر الذي يقيس مناخ ممارسة الأعمال في 189 دولة سنويا كشفا عن قصور كبير في بيئة الأعمال بمصر باستثناء بند واحد فقط هو حماية المستثمرين الأقلية لكن فيما يتعلق بعامل بدء النشاط التجاري انخفض ترتيب مصر إلى المركز الثالث والسبعين من المركز السابع والستين متراجعا ستة مراكز دفعة واحدة كما هبطا ترتيب مصر في بند استخراج تراخيص البناء لتصبح في المركز 142 بدلا من 141 وبالنسبة لبند الحصول على الكهرباء تراجع ترتيب مصر من المركز 102 إلى المركز 106 أما بند الحصول على الاعتمان فقد تراجع من المرتبة 67 إلى المركز 71 وبالنسبة لدفع الضرائب تراجع ترتيب مصر من 141 إلى 149 وفي بند تسوية حالات التعثر تراجع الاقتصاد المصري من المركز 123 إلى المرتبة 126 وإزاء تلك التراجعات توقع مراقبون تعثر خطط الحكومة في جذب استثمارات جديدة خاصة مع ما ذكره صندوق النقد الدولي مؤخرا من وجود مخاوف لدى المستثمرين تجاه الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في مصر ليبقى الاقتصاد المصري يراوح مكانه فيما تعلق الحكومة أمالها على منتدى اقتصادي تعقده فبراير مقبل ترجمة نانسي قنقر